ترجمة نانسي قنقر نعبّل ونفهم ونقول وين يو رايت تنيق واحد متل المتلين نكمل بعض ما بعض نبني نبني نلعب نبح ونتلّل نعبّل ونفهم ونقول بازل من برنينش بازل راحكم معنا أصدقائي بالموسيقى بتحببتي ببيت حد شيتي مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع بحلقة جديدة من بازل صرتوا بتعرفوا قوانين اللعبة لكل يلي عم بيتابعونا فريق الأخوياء بتحدى فريق النجوم ولي اللي نضم هلأ لإلنا لأول مرة بنرحب فيكن خمسين طفل بيتباروا بين بعضهم بكل حلقة عشر أطفال بيتحدوا بعضهم بمهارات كتير وبيتعلموا كتير من الأمور الحياتية خلال الحلقة وهيدا هو هدف برنامجنا لكل يلي عم يتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشكورين فيكنوا تضلوا تبعثوا رسيلكون على كل حساباتنا وتعوزوا كل الهاشتاج حلقة جديدة مليانة تحدي وحماس فيها رح يختبر الأطفال كتير من المهارات الحياتية ورح يستفيدوا وبتمنى أنه أنتوا يلي عم تتابعونا ببيوتكن كمان تستفيدوا بسرعة مننطلق ومنستقبل فريق اليوم من الأقوية أهلا وسهلا بندى عدنان رغد ميديا وكميل أهلا وسهلا فيكن قديم حماسي اليوم تربحوا واضح هاي البسمة إن شاء الله ما بتفرق ويشكن أبدا أنا كتير اشتقتلكون ومن أسبوع لأسبوع بنطر إرجع شوفكم بالستوديو وأعرف أخباركن وأعرف أدي عم تنبسطوا ميديا من قلبك من جو قديم مبسوطة بهالتجربية اللي عم تعيشيها كتير يعني عم تخبري عنا أصحابك أهلك عم تخبرينوا شو عم بيصير ندا كمان كمان كميل أكيد مبسوطة كير رغد كتير مبسوط هيدا أهم شي عدنان كتير مبسوط بس تمبسطوا بتعطوا أحسن وبس تعطوا أحسن بتربحوا فريقكم سوء أهلا وسهلا فيكن بطاقة تعريف عنكن ومنرجع اسمي عدنان العبدالله عمري 12 سنة جاي من سوريا بحب أحضر في دبو اللعب المفضل عندي هو كريشتينو رونالد اسمي رغد من سوريا عمري 15 وقت بربح أكيد بفرح وقت بخسار بزعل ميديا عمري 14 سنة من سوريا أكتر مادة بحبها بالمدرسة خرنسي بقدر حرفي أشياء أكتر اسمي كاميل حوة عمري 14 سنة أنا من لبنان الشي اللي بيخليني مبسوط أنه تظل حد أهلي اسمي ندا من الحياق عمري 14 سنة أنا عندي أصحاب بنات وشباب ما عندي مشكل منتفق معاهم أنا مأكد أنه رح نقضي سوى أوقات كتير حلبة بهالحلقة بفضل مواهبكم لكتير ومهاراتكم بس كمين عندكم فريق منافس ما تستهونوا فيه أبدا منرحب بفريق اليوم من النجوم أهلا وسهلا بروائد يانا مسار جوان وميس أهلا جوان أهلا 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 هيا بدأ هيك 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 أهلا وسهلا كثير كمين مبسوط أنه عم بلتقيكم وعم من نجع نلتقى وأعرف أخباركم وتفاصيل حياتكم بس بهمني كمين أعرف أدا أنتم مبسوطين يعني أداها التجربة زادت على حياتكم رواء أنا مبسوطة كثير لأن عم نجي على فرنامس بوزر وبتمنى أنا نضل عم نجي أكتر وأكتر يلا بنعمل سيزن تو نعمل موسم تاني مايس قديها التجربة غيرت هيك بحياتك أضافت شي حلو على حياتك كثير منيح جوان غير بكثير حياتي بشو قلي معكم يعني شو أضافت لحياتك شو صار في شي حلو أكتر بحياتك من ورا ما جيتك لهون على البوزل وصرت مبسوط أكتر فرحان أكتر تعرفت على ناس أكتر إلي مبسوط أكتر وتعرفت على ناس أكتر أوكي أهلا وسهلا فيك نحن مبسوطين كمان في كتير مسار قديش قدي مبسوط بهالتجربة مثل نجوم السماء مثل نجوم السماء ديانا أنا مبسوطة كثير لأنه عم بيجع تلتمن وعم صور وعم بتعرف على أولاد أكتر وجداد وكمان عم نتعاون ونمتبسط هيدا أهم شي برافو عليكم هيدا أهم شي رح نخلي المشاهدين كمان يتذكروكم ببطاقة هالتعريف ومنرجع منتابه أنا اسمي رواء من العراق عمري 14 سنة أسيس الكنيسة عنا هو مسايد الأعلى كتير بحبصير متلغ من أكبر اسمي ديانا عمري 10 سنين جاي من مصر أنا بشوفر بسعينتها على يوتيوب كتير كتير بحبون هيكا اسمي جوان وعمري 11 من سوريا كردي أكتر مادة بكراهية صيانت مش حلوة صعبة أنا مصارج وايدة عمري 11 سنة جاي من العراق أكتر لعبة بحب لعبة الغميضة اسمي ميسي الفرياج عمري 14 راية من سوريا حب أكتر شي لعب بسكتبول حسب الفريق اللي بكون عم اللعب معه يعني مصارج 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 ولنبدأ حلقة اليوم مع الألعاب من استقبل حكام حلقتنا اليوم في راس وجودة أهله وسهله فيكم النتيجة من الحلقات التراكمية الماضية 103 لفريق الأقوية و 98 لفريق النجوم نبدأ اللعبة الأولى جودة تشرح لنا شو مطلوبنا للفريقين ميلاد اللعبة اليوم فريق النجوم والأقوية اللي يكونون عم تنافسوا الخمس مشتركين اللي يكونون عم يلعبوا اللعبة كاملة اللي يكونون في عنا ثلاث طباط بل يوقفوا بالصف وراء بعض بل يحاول كل فريق بل يحاول يفوض أكبر عدد من الكرات بقلب الدائرة نعم اللي يكون المعيار هو العدد الكرات اللي بقلب الدائرة والوقت لنشوف في حال صار عنا تعادل لحكوم الوقت هو اللي عم بحدث يعني بحال تنحسب مثلا عشر طباط بعشر طباط نرجع منشوف مين الفريق اللي أنهى المهمة بوقتها أقال وهو اللي بيكون عم ياخد نقاط أكتر كل حلن رح يطلع له ثلاث مرات فريق الأقوية 103 فريق نجوم 98 رح نعطي الأفضلية للنجوم يقرروا إذا بدهم يلعبوا ولا لا أو أريد أن أسأل جوان جوان ركز منيح استشير فريقك الأمر منه كثير سهل مهمة صعبة بدك يا جوان تبدأ أو تترك الفريق يبدأ تاني هو بدناها أكيد فريق الأقوية هوني يبدو يلا لكي فريق الأقوية رح يبدو أوكي تفضل واحدة اثنين بدك تكيب يلا يلا ثلاثة يلا ثلاثة لا ثلاثة يلا لا ثلاثة هلأ بعدهم ثلاثة طبيعة يلا 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 عدنان 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 أربعة يلا عدنان أربعة لأنه عامل خمسة ستة ستة يلا يلا انتبهوا عامل الوقت إذا ستة ستة عالي عالي سبعة انتبهوا على الوقت الحكام بعد عندنا طبي واحدة او ايدي ثلاثة ثماني 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 قدي الوقت دقيقة و ثلاثة وخمسين ثلاثة ثلاثة طبيعة وثلاثة وخمسين ثلاثة لفريق الأقوياء سنرى إذا فريق النجوم سيسجل أكبر عدد من الطبيعة بأقل وقت يفوز بهاللعبة يلا ثلاثة كاملة ثلاثة شجع شجع يلا أربعة برافو 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 أربعة خمسة أربعة ركز ركز يا مسار أربعة برافو أربعة يلا مسار برافو ركز مسار برافو خمسة جوان على مهلك يا جوان عملك ركز ركز يلا 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 تبو على الوقت للحكيم نحسب الوقت بس مش ضروري نحسب لأنه خمسة ب دقيقة وسبع سواني دقيقة وسبع سواني على كل حال النتيجة كانت واضحة أنه في ثماني نقاط بخمس نقاط بس كمان أكيد فراس وجودة رح يحتسبوا المهارات يلي قمتوا فيها ويلي تصرفتوا فيها كفريق خلال هاللعبة نحن رح نعرف نتيجة اللعبة الأولى من حلقتنا بعض الفاصل اللعبة كانت كثير حلوة مبسطة كثير وحبت أنه فكرتها أنه نكب الطابات جوات يعني السرسو وشي اللعبة أنه فيه تحدي بين الوقت وعدد الطابات اللي بتحطهم بقلب السرسو فحبت كثير اللعبة أنا أول مشتركة لعبت بالفريق وسجلت نقطتين أنا سجلت اثنان وكنت كتير مبسوطة بنتيجتي أنا سجلت نقطة واحدة وما كنت كتير راضي بالنتيجة تثبتت لحالي أنه أنا فيني ركز على الشيء اللي بديها و وأعمله يعني كنت مبسوطة كتير لأنه سجلت ثلاث مئات ورفعت برصيد فريق حبيت كتير أنه أنا أول ما بلشت دوري فوت ثلاث طبيط مثل كأنه حسيت أنه عطيت لفريق دفعة بوش أنه كمال يبلشو ويعرفو شو يعملوا من بعضه أحياناً بتختلف المعارات لأنه الصبي بيكون متعود أكتر أنه يلعب بهيك شغالات ما يكون عنده تركيز أما البنت أحياناً بيكون تركيزة أقل من الصبي كانت مبسوطة بس كانت بتمنى أنه الفريق الفريق تبعي كمان يكون كتير أول مثلنا بس ما فقدنا الأمل كانت كتير حلو اللعبة أنه خاصة للبنات عرفوا يلعبوا في فوتبول مثل الصبيان أنا بالأول كنت أفكر أنه كتير سهلي بس لما جيت لعبت توترت وغلطت اللعبة بدها تركيز وبدها تركيز بشان يزدوا الطاب بشان تجي بقربة دائرة بس بهاللعبة أثبتنا العكس أنه الصبايا والشباب نفس الشي وفيه أن يسجلوا بعض الصبايا بشوية أنه يلعبوا في فوتبول بس إذا بدنا بيقدروا يلعبوا ويربحوا البنات مثلهم مثل الصبيان بيقدر يسجلوا أهدافهم مرتين لازم أعطي كل شيء أهمية وبحاضرة منها منتابع حلقة بوزل اليوم والتحدي بين فريق الأقوية والنجوم لكل اللي عم بيتابعونا عبر السوشيال ميديا كمان مشكورين على كل رسائلكن وتعليقاتكن ونتيجة اللعبة الأولى رح يعطينا إياها جودة ميلاد الفريقين لعبوا مثل ما شفنا فريق النجوم جايبوا خمس كرات بقلب الدائرة فريق الأقوية جايبوا ثمان نوعات الفريقين مشكورين على المجهود اللي عملوا الروح كانت حلوة النتيجة لحي تكون أربع نقاط لفريق أقوية أقوية ونقطتين لفريق النجوم أربع نقاط لفريق الأقوية ونقطتين لفريق النجوم النتيجة النهائية 107 للأقوية و100 لفريق النجوم هلأ لعبنا أول لعبة بدنا نسمع رأي الأطفال بموضوع جديد سألنا سألناكم وسألنا زملائكم إذا تكون تخبرونا عن نقطة قوة بشخصيتكم شو ممكن تكون هالنقطة شوفوا شو جاوة نقطة أنه لما دافع عن شخص مظلوم لو أنا بكون مطرح الشخص المظلوم أكيد كتير 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 هازعلي إذا شفت حدا محتاج لمساعدة ساعده ما أشوفه محتاج لمساعدة وأتركه سخصيتك كتير حلبة وواضحة أنا صريحة بس من دون ما أجرح مشاعر خيري نقطة القوة بشخصيتي هي أني حنونة بساعد لحدنا إذا شفتهم أطواء بساعدة نقطة القوة هي بشخصيتي يعني الإصرار وما بس تسلم إذا وجهت شيش صعب نقطة قوة بشخصيتي هي بحب ساعد العالم وأعمل خيري يمكن تكون معاملتي مع العالم ومحبتي لقلب إذا شفت شخص ما بعرفه بجرّب أنو أتعرّب منو لعرف أنا بحب بحب هذه نقطة القوة فيي لأنه بحسها كلما نصير شخص واحد نقطة القوة بشخصيتي أني بحب جرّب بحب أعمل شغلات جرّب جرّبها واكتشفها وشوف إذا هي رح تكون منيحة أو لا لأنو إذا طلعت منيحة رح أرجع عاملة أكتر وإذا ما طلعت منيحة رح أتعلم منها نقطة قوة فيي هي أنو أنا كتير بوسق بحالي وعندما أشوف الشخص من أول مرة كتير بحب أحكي معه بحس هيدا الشي بيخلق فيه بيصير العالم بكتير بتحبني نقطة القوة بشخصيتي هي أنو بحترم غيري نقات هيدا القوة لأنو بتواصل لازم أكتر شي تحترم غيرك وتعرفي مع مين عم تحكي نقطة قوتي هي أنو ثقة بنفسي لأنو إذا كنت واثقة بنفسي ممكن حقق كتير أشياء لما بتصير معي مشكلة ما بيعطي أكتر من أهميتها موضوع مثل ما هو بيعطي عائد حجمه يعني نقطة القوة بشخصيتي أن شخص أجتماعي بأي مكان بروح عليه أول مرة بكون سايره بتعرف أصدقاء الجلد بسرعة هيدا كان رأي الأطفال ونحنا متأكدين أنو عندكن كلكن سوا نقاط قوة كتير مهمة بشخصيتكن وعم نكتشف البعض مننا من خلال المهارات كون يلي عم بتمارسوها بهالبرنامج سو أنا وكل فريق العمل مبهورين ومبسوطين بنقاط القوة يلي عندكن إياها ومأكدين أنو كل واحد رح يروح منكن على مجتمعه ويبني مجتمعه أحلى بأحلى طريقة لأنكم تستاهلوا لعبتنا الثانية كمان لعبتنا الثانية بده مهارة القصة مين بيعرفي خبر قصة كتير سهلة فيه كلمات عليكم تخبروا قصة من هالكلمات ألفوا القصة اللي بدكن إياها المهم عندكن دقيقتين وقت تحكوا ويلي رح بيجمع أكتر كلمات ديانا أنت بتقرري مين فرينا أنتوا تبلشوا بنبدأ مع فريق النجوم مين رح يلعب رواء صدلي رواء لعندي أنا أعملك الوقت حتستلمي محلي وفراس رح يعيّر الوقت على دقيقتين من إلك انتهى الوقت جاهزة ثلاثة اثنين واحد طب حكايتي هي أنه أنا عندي صديق وهالصديق عنده كتير قلق فأنا حبيت أنه أعطيه شوي تفاؤل حلو نياله هالصديق تفاؤل وتفاؤل فهو كان شوي حيز كان زعلان فأنا بلشت أنه أغضب منه بعدين رجعت أنه أغضبت منه بعدين شو صار شو صار فبلشت أنه قاله أنه أنت ما في أحلى منك وانت من حقك تكون ملك وانت بتكون مجهود كتير كبير بعيون الناس قدي بحتي وقت وظليت معه هالسنين كلها بلش يرجع له الفرح وبالنهاية كانت عنده صر ايه بالنهاية كانت بالنهاية كانت محبة وراح الملل وراح الملل وخسر كتير إشياء خسر؟ خسر أنه التعاسي اللي كان فيها بلشنا نمشي بطريق كتير جديد بلشنا نخدم الأطفال حلو بلشنا نصير تضامن بين بعض بنصير مع بعض بلشنا نحكي قصصنا مع بعض بلشنا بنعمل مفاجآت للعالم صرنا أيام بنضحكهم بالعصو أنه بنضحكهم بنقلهم قصص عصفير قصص قصص شو قصص شو قصص عم الأحصنة عم الأحصنة وفي كتير إشياء كانت بيننا وأهم شيء أنه راح الخوف والهدف أنه كنا أنا ويا عم نتعاون مع بعض وكانت كل سلوات خليوا معي نيالو نيالو هالصديق نيالو هالصديق يلي هالأدي غيرت له حياته ومن التفاؤل من الحزن للتفاؤل يلا عدوا معي واحد نين نين أربعة خمسة ستة سبعة نينة تسعة عشرة تنة 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 عشرين واحدة وعشرين نينة وعشرين تلاتة وعشرين سبعة وعشرين سبعة وعشرين سبعة وعشرين سبعة وعشرين بطاقة برافو سبعة وعشرين بطاقة بديقتين ما انو نهينين ابدا يا رواء برافو عليك والقصة حلوة قصة عن صداقة وتحولت وساعدنا وساعدنا الأطفال ورحتوا تعملوا عمل اجتماعي شو هالقصة؟ خاي؟ هيا قصة بتعرفي من تقليفك؟ جاعي فكري فيها والبيت وكتبيها لأنو حلوي كتير رح منشوف إذا فريق الأقوية مين رح يلعب منهم؟ كاميل كاميل رح يقدر يستخدم أكتر من سبعة وعشرين بطاقة بديقتين ليخبرنا كمان قصة حلوة منشوف سوا تفضل كاميل بداية القصة هي انو انا كان عندي مملكة كتير كبيرة وانا كنت الملك على هيد المملكة وطبعا يعني كمواصفات ملك انا كنت كتير طويل وبس كان في كتير زعل بحياتي فجربت انو ابني حد المملكة برج كرميل وسع المملكة بس انا انا كنت معي فأمي كان دائما نصرخ علي لأنو كنت أعمل الأشياء مش منيحة وكمان باية كان ميا يعني يحب الأشياء اللي كنت أحبها فكنت بوقت الملال عمر أشياء فعمرت متل كأنو بات صغير من خشب ومسلا صار عندي تضامن مع بي وأمي حلو صار عندي تضامن مع بي أمي كرميل يعني يساعدوني فصار عندي تفاقل بحياتي وصارت يعني وصارت حياتي كتير حلوة بس اخر شي التقيت بصديق وهدا الصديق عنده اخت كتير منيحة وهالأخت وظلتني أنا ورفيئة شهور شهور نحن نتعرف على بعضنا وعلى س... أنا ودنامل صرنا رفقة أنا ورفيئة والفيل كمان وكل الحيانات تقريبا بس أنا ضل عندي مثل كأنو غضب بحياتي لأنو ما كنت حب حياتي فبعت مملكتي على الساعة ثمانة بالليل فااااا فأنو صار عندي فرحة بحياتي أووو كأن..... صار عندي فرحة بحياتي و... و... 15 ثانية أوكي и... وكماان تعرفت على الأمر طبع الليل وصار عندي... أمل قانوية وكماان تعرفت على جبال وصار في عنا ضجة كتير قوية أخر ساعة ساعة ساعة. طلص الوقت. يعني كميل ملك. كميل ملك قرر يبيع مملكته على الساعة أي ساعة؟ ثماني بالليل. أو ثماني بالليل. هل هناك أحد يشتري على الساعة ثماني بالليل. بس حلوة كثير لقصة. زقفة لكميل. تفضل كميل. يلا. مستعدين؟ تعدوا معي. مستعدين. يلا. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثماني. تسة. عشرة. ناشة. ناشة. سبعة. أربعة عشر. خمستعشر. ستة. سبعة عشر. منتعج. أفت. عشرين. لحظة. عشرين. قديش كانت قبل؟ سبعة وعشرين. سبعة وعشرين كانت قبل؟ طب يلا. عشرين. كملوا. 21. 22. 23. 24. 25. 26. سبعة وعشرين في ستة وعشرين القصص كثير حلوة كثير جميلة أكيدة كاميل عنده مميزات بقصته ورواء عنده مميزات بقصة رح يخدوها في راس وجودة بعين الاعتبار بيبقى أنه في بطاقة وحدة رح تفصل مين رح ياخد أكتر علامات وقدي نحن بنعرف بعد البريك بازل منتابعة بازل أجواء حلوة تير بالستوديو أجواء تحدي بس نفس الوقت صداقة والفرقين بيشجعوا بعضهم وبيفرحوا لفوز بعضهم لكن النتيجة بتبقى هي اللي بتحدد من الفريق اللي رح يربح بآخر هالمنافسة وإذا أنتو عندكم فريق مفضل فيكم تبعتوا الاحتمالات والنتيجة اللي بتتوقعوا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي مين رح يعطينا النتيجة في راس أول شيء القصص كثير حلوة وكثير كريايتف كثير خلقين في أبداع أكيل وابتكار يعطيكم العافي فبلش فريق النجوم بالبداية هذا شيء كمان جيد كثير إنه نحن أخذنا المبادرة يعتبر الفريق كانت قصة كثير حلوة فريق الأقوياء كميل كانت قصة كمان كثير مسلي وحلوة النتيجة حتكون هن فرقة بسعة بطاقة بينتهم يعني عورقة وحدة واللي هو من فرق كثير كبير فخمس نقاط لفريق النجوم وأربع نقاط لفريق الأقوياء خمسة للنجوم وأربعة لفريق الأقوياء والنتيجة صارت مية وخمسة لفريق النجوم زقفه بسطه ومية وحدعش لفريق الأقوياء برافو بكل حلقة من حلقات البرنامج الشبيبي بيروحوا بمهمة المهمة إنسانية في خير في لطف بس كمان بيرجعوا حاملين مننا كتير إشي حلوة بتغيرهم حياتهم منتابع مهمة اليوم نحن اليوم موجودين بين منطقة نبعة منطقة نبعة معروفة إنه كتير شعبية بس تمرق بمنطقة نبعة بتلاحظ إنه في كتير ناس فقرة وزعلينة نحن اليوم اخترنا المنطقة بالزيت كلمان نغير الجو بالشوارع طبعولة واخترنا شارع بمنطقة نبعة بنحاوله من جو حزين لجو مساعدة أول ما وصلنا أنا وأصحابين ونزلنا للغراض كان معنا الطاولة كبيرة وأنانة عصير وكي كان معنا بنياتا وكان معنا سبيكر للموسيقى موسيقى أنا اليوم جبت العصير معي وركبت مع الطاولة موسيقى أنا أصيت كل الكيك ويعني كانوا كتير كتير يعني بعدين كان أول شي كان عم يفرفطوا ماء بعدين زبطوا بعدين حتى هنا هم بالصحون وزينا نطاولة بالبالونات وصلنا وقفنا رفقاتين ناطرين ليوصلوا الولاد نحن ناطرين من إذن أنه حسنا أنه ما حدا رح يجي من الولاد خافت أنه ما يجي حدا وما ينجح مهمتنا بس شفت الولاد بلشوا يوصلوا كتير ما سيطلت وارتحت حتى هنا أغاين الأولاد بصوت عالي موسيقى 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 أنا اليوم كتير مبسطة قدرت فرح كتير عدد من الولاد موسيقى 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 أكتر شي حبيت البنياتة لأنه أولاد كتير كتير مبسطة فيها موسيقى موسيقى وبلشنا كلنا نضربها بقوة لينزلنا القصص الطيبة منها موسيقى 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 أنا بقلهم محقم نيحة أنه مبسطوا وإحنا مبسطنا عملنا الجو اليوم كتير حلو مع العالم ومع الملات عن جد كان النهار كتير حلو ومبسطنا وتسلينا إن شاء الله دايما نعمل هيك شي أو غيرنا يعمل مثل ما عملنا اليوم مع أنه كل فريق عم بيشجع فريقه بس بعد البريك رح يجتمعوا ويقدموا عمل من الإيطاع والموسيقى مع بعض نرجع بعد البريك الشباب والصبايا عم بيحضروا حالهم لأنه كمان بالستوديو عندهم مهمة هالمرة رح يجتمعوا لحتى يقدموا لنا شي بالموسيقى والإيطاع ونحن ننتابعوا بعد شوية ترجمة نانسي قنقر 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 ها 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 ه هات منشوفكم بحلقة جديدة منفصل باي باي اللاوة كانت كتير حلوة مبسطة كتير وحبت أنه فكرتها أنه نكب الطابات جوات يعني السرسو وشي اللي حباته أنه في تحدي بين الوقت وعدد الطابات اللي بتحطم بقلب السرسوف حبات كتير لعبت تثبتت الحالي أنه أنا فيني ركز على الشي اللي بديها وأعمده يعني أنا أول مشتركة لعبت بالفريق وسجلت نقطتين أنا سجلت اثنان وكنت كتير مبسوطة بنتيجتي أنا سجلت نقطة واحدة وما كنت كتير راضي بالنتيجة كنت مبسوطة كتير لأنه سجلت ثلاث مئات ورفعت برصيد فريق حباتي كتير أنه أنا أول ما بلشت دوري فوت ثلاث طابات مثل كأنه حسيت أنه عطيت لفريق دفعة بوش أنه يبلشوا ويعرفوا شو يعملوا من بعده أحياناً بتختلف المعارات لأنه الصبي بيكون متعود أكتر أنه يلعب بهيك شغالات ما يكون عنده تركيز أما البنت أحياناً بيكون تركيزة أقل من الصبي كانت مبسوطة بس كانت بتمنى أنه الفريق تبعي كمان يكون كتير أول مثلنا بس ما فقدنا الأمل كانت كتير حلو اللعبة أنه خاصة للبنات عارفوا يلعبوا فوتبول مثل الصبيان أنا بالأول كنت أفكر أنه كتير سهلي بس لما جيت لعبت توترت وغلطت اللعبة بدها تركيز وبدها أنه تركيز بشان يزدوا الطابة بشان تجي بقلب الدائرة بس بهاللعبة أثبتنا العكس أنه الصبايا والشباب نفس الشيء وفي أن يسجلوا نفس الشيء بعض الصبايا بشوية أنهم يلعبوا فوتبول بس إذا بدهم بيقدروا يلعبوا ويربحوا البنات مثلهم مثل الصبيان بيقدروا يسجلوا أهدافهم مرتين لازم أعطي كل شيء أهمية وبحقد رميها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر